تطبيق جديد للربح من تنفيذ العروض على مختلف الشركات العالمية والمعروفة وأيضا من خلال تحميل ألعاب ولعبها والحصول على النقاط والتنقاط يمكنك تحويلها إلى رصيد بيبال على الحساب الخاص بك إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو آج جديد على قناة Profit in the World هذه القناة التي تنشر لكم جميع الطبيقات والمواقع الربحية على الانترنت فنجد ستشارك في القناة في زر الجرس كسر لكم جديد قناتنا وشكرا لأكثر من 11700 أخ وأخت مشتركة على القناة شكرا لدعمكم على التعليقات واللايكات والاشترافات شكرا جزيلا إذن كما قلنا دائما في أي فيديو ممكن في أي لحظة من الفيديو أعلن على وجود مسابقة يعني مسابقة شروط الخاصة بها ستكون سهلة وبسيطة جدا 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 فكن معالك في اليوم أنكم راح تقومون بمشاهد الفيديو من الأول إلى الأخير حتى تكون أسرع شخص يقوم بعمل الشروط وتحصل على الهدية الخاصة بك إذن مباشرة راح نتوجه إلى الشرح الخاص بنا لنهار اليوم سوف تجدو نهارة بالتحميل هذا التطبيق أسفل الفيديو في صندوق الوسواء بعدها ما تقوم بتحميل التطبيق والدخول إليه وتسجيل الحساب سوف تبدأ في هكذا فقط راح نقوم بالخروج راح تبدأ في عملية الربح من هذا التطبيق إذن الآن نكون مع عليكم فعله بعد ما تقومون بعملية تسجيل تتابعون معنا هذا الشرح اسم التطبيق كما تلاحظون وهو Reward Z إذن هنا في الأعلى دائما لدينا البالنس أو النقاط الخاصة بنا لدينا مئة نقطة حاليا هنا والت راح نتكلم عليها فيما بعد إذن هنا يعني يوجد الكثير من الشركات التي تعطيك العروض الخاصة بتواء استبيانات سواء استطلاعات سواء تحميل العب لو دخلنا على شركة بلاي تايم بهذا الشكل راح نقوم بالضغط الأخير هذا الشكل راح تظهر معي عروض هنا كل ما علي فعله مثلا يقول لك أنه لكل دقيقة سوف تتحصل على 37 نقطة مجموع النقاط ستحصل على 2388 نقطة كل ما علي فعله ضغط الخير بلاي نيو بهذا الشكل راح يوجدك هنا على متجر بلاي ستور راح تبدأ في تحميل تطبيق بعد ما تحمل التطبيق قم بالدخول إليه واتركه يشتغل لوحده وكل ما تركته لمدة أكثر من دقيقة ستحصل على النقاط تطبيقات التي حملتها سوف تجدتها هنا في خيار ماي عبس اذا ايضا هنا مثل شركة أوفرطورو لو قمنا بالضغط عليها بهذا الشكل ايضا هنا راح تعطيك عروض تحميل تطبيقات ولعب الألعاب فمثلا يعني تحميل تطبيق بنانس مثلا 5700 أو عفوا يعني 57000 ولكن فيها شروط أنك تقوم على الأقل بشحن يعني مثلا 20 دولار وتقوم بتداول يعني شرط صعب نوعا ما يوجد يعني عروض أخرى مثلا لحميل تطبيقات ولعب الألعاب أيضا يوجد يعني شركات أخرى يعني مثلا يعني تايم مول بهذا الشكل أيضا راح يدخلنا على هذا الصفحة الخاصة بالعروض فكل ما عليك فعله أنك راح تقوم بعملية التسجيل الخيار الذي بعده هو هو بلاي جيمز هو نفسه خيار يعني بلاي تايم أو شركة بلاي تايم أيضا هنا في الأسفل التاسكس يعني اللي يوجد يعني شركات يعني راح نقوم بضغط الخيار بيو أول وهذا الخيار أيضا موجد في الأسفل في الخيار الموجود في الواسط يوجد يعني شركة لوت أبلي أيضا تايمول أوفرطورو يومي نوتيك أدغات ميديا أيضا وانا أدز لو قمنا بالدخل على وانا أدز هي خاصة بإكمال الاستبيانات مثل ما تشاهدوا مثلا هذا الاستبيان بستة ألاف نقطة استبيان الذي بعده بثلاث ألاف وتسانبعة وستين الاستبيان الذي بعده هو أو السورفيس راح تقوم بإكماله والحصول على خمس ألاف وسبعمائة نقطة أربعة ألاف وثمانمائة هنا ستة ألاف ستة عشر ألف هنا أيضا يعني عرض آخر ب أربعة ألاف وثمانمائة يعني عروض كثيرة جدا 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 مثلا هذا العرض خاص بعلي بابا بكما تلاحظون تحميل تطبيق علي بابا والحصول على ألف ومائة واربعين نقطة أيضا يعني بالنسبة لشركة أخرى مثلا شركة نوتيك لو قمنا بالدخل إليها أيضا يعني هذه الشركات أعطينا عروض تحميل دائما تعني تحميل الألعاب تحميل تطبيقات استخدامها والحصول على النقاط يعني هنا عروض ونقاط نوعا ما يعني راح تكون جيدة ولكن فيها بعض الشروط التي يجب أن تقوم بعملها حتى تتحصل على النقاط إذن هنا نعود إلى الصفحة الرئيسية وننزل إلى الأسفل لدينا أيضا خيار يعني واتش فيديو راح تقوم بالضغط عليها راح تقوم بمشاهدة إعلان الحصول أيضا على نقاط أو الدخول على لوت تيفي ومشاهد التلفز أيضا لدينا خيار يعني ام في تي فريند لو قمنا بالضغط عليه هنا راح يعطيك رابط الإحالة الخاص بك تقوم بنسخه بطاقة مطولة راح تحصل على 10% على كل الشخص راح تقوم بدعوته وهنا في الأسفل يعطيك الإحصائية الخاصة بالإحالة التي قمت بدعوتها الخيار الذي بعده قمنا بشرحه موجود فيه شركة السورفيز الخيار الذي بعده موجود فيه شركة تاسكس الخيار الذي بعده موجود فيه شركة بلاي تايم والتي تكلمنا عليها فقط كما قلنا بمجرد أنك تبدأ في العرض الأول تظهر معك عروض أخرى إذن راح نقوم فقط بالرجوع بالنسبة للخيار الأخير فهنا أكثر الأشخاص الذين ربحوا نقاط في هذا التطبيق ربما في الأسبوع الأخير أو في اليوم الأخير فكما ترحضون الشخص الأول حصده 41.200 نقطة راح يتحصل على 10.000 نقطة هدية الشخص الثاني والثلاث راح تحصلون أيضا على 5.000 وأيضا من الشخص الرابع إلى غاية الشخص الثاني راح تحصلوا على ألفين نقطة ومن التاسع إلى غاية الخمسة عشر أو الستة عشر راح تحصلون على ألف نقطة إضافية وهنا سوف تجد يعني في البالنس النقاط الخاصة بك هنا في الأسفل وكاميرا بيحت على من هذا التطبيق ومن النقاط الآن راح نأتي إلى السحب راح نقوم بضغط الخيار والد وهنا تختار الدولة الخاصة بك اختار أي الدولة التي تعيش فيها مثلا إيجيبت هنا راح تظهر معك البيبال لو دخلنا مثلا على الجزائر أنا أسكن في الجزائر راح نختار الجزائر راح نختار البيبال راح نقوم بضغط على السهم المجلس في الأسفل هنا يطلب مني الإيميل الخاص بي على البيبال راح نقوم بوضعيه هنا الاسم الكامل على البيبال دائما راح نقوم بوضعيه ثم نقوم بضغط الخيار سيف كونتيني هنا راح تظهر معي الحد الأدنى للسحب كما تشاهدوا بالنسبة للحد الأدنى للسحب هو واحد دولار بأربعة عشر ألف نقطة يمكنك أيضا سحب اثنين دولار سبعة وشرين ألف نقطة أيضا ثلاثة دولار بربعين ألف وخمسمائة نقطة خمسة دولار سبعة وستين ألف وخمسمائة نقطة عشر دولار بمئة وخمسة وثلاثين ألف نقطة عندما تصل إلى أي عندما تجمعيه النقاط راح تقوم فقط بوضع كم تريد السحب وتقوم بضغط الخيار ريديم أن يوم هذه كما يخص طريقة السحب وأيضا الحد الأدنى للسحب وهنا سوف تجد جميع السحوبات الخاصة بك إذا كان هذا هو الفيديو الخاص بنا لنهر اليوم أما من هنا سوف تجد تعديل الحساب الخاص بك بالإضافة إلى إذا كنت كانت لديك مشكلة في حسابك أو في التطبيق راح تقوم بالتواصل معهم من خلال إذا كان هذا هو الفيديو الخاص بنا اليوم لا تستطيع عملنا بلايك وشيرنا نتوقع في الفيديو القادم إن شاء الله إلى اللقاء